فائدة قد تأتي هذه الأفعال غير ناقصة فتكون تامة إذا جاءت على غير صورة الماضي أي تأتي على صورة المضارع وفي هذه الحالة تعرب أفعالا تامة وما بعدها يعرب فاعلا أو مفعولا به نحو يبدأ الطالب الدرسة ففي المثال السابق يكون الإعراب كالآتي يبدأ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الطالب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الدرسة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة استمع معي عزيز الطالب إلى الأمثلة الآتية ولاحظ الفرق بين المجموعتين في الجدول الآتي شرع الطفل يبكي شرع العمال في بناء المنزل جعل الشاعر يردد شعره والناس يستعيدونه جعل الله تعالى الأجر في الكسب والعمل أخذ الآباء يشتركون في نشاطات أبنائهم أخذ الطلبة دفاترهم من المعلم أنشأ الصياد يغني وهو يرمي الشباكة أنشأت الحكومة مطارا جديدا لعلك لاحظت عزيز الطالب الفرق بين المجموعتين الأفعال في المجموعة الأولى هي أفعال ناقصة لدخولها على جملة اسمية والخبر فيها جملة فعلية الأفعال في المجموعة الثانية هي أفعال تامة لأنها أخذت فاعلا ومفعولا به الأفعال